يحيي الأردنيون الأحد الذكرى السابع عشر ليوم الوفاء والبيعة ذكرى الوفاء للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه والبيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من أشباط عام 1999 ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية الأردنيون وهم يتذكرون يوم رحيل الملك الباني الحسين بن طلال بعد حياة حافلة بالبناء والعطاء يتطلعون بفخر وأمل إلى إنجازات عهد الملك المعزز عبد الله الثاني الذي سار على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم في استكمال مسيرة التحديث والتنمية والتطوير وفي عصر ذلك اليوم وتحت قبة مجلس الأمة بيت الشعب وفي مشهد تاريخي أقسم جلالة الملك عبد الله الثاني اليمين الدستورية ليحمل أمانة المسؤولية الأولى مستعيناً بسم الله وبركته على المضي قدماً بالمسيرة الأردنية لتعزيز ما بناه الآباء والأجداد الذين قدموا التضحيات الجسام لرفعة الوطن وتقدمه أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة وفي رسالته الآخرة لنجله جلالة الملك عبد الله الثاني يقول الراحل الحسين طيب الله ثراه عرفت فيك وأنت ابن الذي نشأ وترعرع بين يدي حب الوطن والانتماء إليه والتفاني في العمل الجاد المخلص ونكران الذات والعزيمة القوية والإرادة وتوخي الموضوعية والاتزان والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم المستند إلى تقوى الله أولاً ومحبة الناس والتواضع لهم والحرص على خدمتهم والعدل والمساواة بينهم واليوم يواصل الأردن منذ السابع من إشباط العام 1999 بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة البناء والازدهار في شتى الميادين حتى زاد النمو والتطور وغدت المملكة وجهة عربية ودولية يقصدها الجميع في مختلف الميادين والمجالات إن الأردن اليوم يمضي بهمة وحكمة نحو مرحلة جديدة على طريق التنمية والإصلاح الشامل فقد استطاع جلالته خلال سبعة عشر عاماً من الحكم أن يصل بالأردن نحو مصاف ومراتب الدول المتقدمة رغم تعدد التحديات وشح الإمكانات وقلة الموارد ففي خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر قال جلالة الملك عبد الله الثاني لقد تأسس الأردن على مبادئ البيعة وتقوى الله والعدالة للجميع أمام القانون ومن هنا انطلقت الثورة العربية الكبرى مطالبة بالوحدة والحرية وأصبح الأردن موألاً لجميع الأحرار من إخواتنا في القومية والعقيدة وقد بنى أجدادنا الأردنيون في هذا الحما وطناً للحرية والعدالة والمساواة فالأردن لكل الأردنيين والانتماء لا يقاس إلا بالإنجاز والعطاء للوطن أما تنوع الجذور والتراث فهو يثر الهوية الوطنية الأردنية التي تحترم حقوق المواطن وتفتح له أبواب التنوع ضمن روح وطنية واحدة تعزز استسامح ولم يدخر جلالته أي جهد من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين لتحقيق هذا الهدف من خلال المفاوضات السلمية كما كرس جلالته الجزء الأكبر من جهوده واتصالاته لحمل القضية الفلسطينية إلى كل المحافل الدولية لقناعة جلالته بأن الهم الفلسطيني هو هم أردني وأن قضية فلسطين هي قضية الشعب الأردني مثل ما هي قضية الشعب الفلسطيني وفي الحرب على الإرهاب والتطرف أكد الأردن غير مرة دعمه لكل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في القضاء على هذا الخطر وضرورة تكاتف وتعاون المجتمع الدولي لمحاربته ضمن نهج شمولي وتشاركي عالميا هناك إيمان عميق في المجتمع الدولي بالدور المحوري والهام للأردن بقيادة جلالة الملك لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتعزيز الروابط والقيم المشتركة بين الشعوب وصولا إلى عالم أكثر أمنا وقوة يسوده التعايش وإشراك الجميع في عملية الإزدهار والسلام رحم الله الحسين الملك الباني وأمد في عمر جلالة القائد الملك عبد الله الثاني وحمى الله الأردن وطنا وقيادة وشعبا معه وبه إننا ماضون إننا ماضون